في العام السادس والسبعين للنكبة الفلسطينية يستذكر أهالي قرية شعب الجليلية حامية شعب التي تأسست على يد القائد القسامي أبو إسعاف والتي كان لها دور مركزي في خوض معارك عدة عام ثمانية وأربعين دفاعا عن قرى الجليل أبرزها معركة شعب والبروة وميعار قيل ولو كان هناك حامية كحامية شعب لما كانت النكبة ولما كان الاحتلال هي حامية شعب التي تأسست على يد القائد إبراهيم علي الشيخ خليل أبو إسعاف بطلب من مفت القدس الشيخ محمد أمين الحسيني بعد صدور قرار الأمم المتحدة الخاص بتقسيم فلسطين والذي نص على إعطاء اليهود نسبة 56% من مساحة فلسطين على أن يتبقى للفلسطينيين أصحاب البلاد ما نسبته 42% من فلسطين فيما تبقى مساحة 2% منطقة دولية فتشكلت حاميب شعب تقريبا كانت مؤلفة من 250-260 مسلح الغالبية منهم 90% من أهالي شعب و10% من القرى المحيطة زي سخنين، مجلك روم، كابول، البروي، معار، الدمون فتشكلت هذه الحاميب بهدف الدفاع عن قرية شعب وعن القرى المجاورة للقرية وطبعا شاركت حاميب شعب في مختلف المعارك اللي دارت في المنطقة أشهر هذا المعارك لما احتل اليهود قرية البروي في 1 حزيران 1948 تمكنت الحامي من صد الهجوم على البروي وأخرجت اليهود من البروي تعتبر حامية شعب من أهم وأشهر الحاميات التي تشكلت في فلسطين آنذاك خاصة مع التجربة العسكرية والخبرة في العمل المسلحة الذي تمتع بها أهالي شعب والتي اكتسبوها إبان ثورة السادسة والثلاثين وفي مقدمتهم أبو إسعاف القائد القسامي صاحب الخبرة العسكرية الكبيرة كان أبو إسعاف يشتغل في محطة القطارات في حيفا فهناك يشتغلوا وكان يتراودوا على الجامعة وكان أعزاد القسام يعطي دروس كيف حكوا أنه في الثورات وكان علم وكان مجاهد أبو إعزاد القسام فأنه تعرف عليه أثناء أيام الصلاة أبو إسعاف علم ورمز وخائد في كل معنى الكلمة قام في شن هجوم كبير وضخم على معار بعدما كانوا الصهاينة وجيش الإسرائيلي محتلها في قصة أقول أنه أخذوا الضخيرة تاعته ما أعرف هي حية ولا الضخيرة اليوم بولو موجودة في متحف في دمشق عرف أبو إسعاف قائد حامية شعب بحكمته وحنكته وذكائه الذي انعكس في خططه وتكتيكاته العسكرية وتحركاته في المعارك من قرية شعب الجليلية رزين عودي رؤيا